وبناء عليه نختار الحضانة الأمثل للطفل تبقى لمهاراته وقدراته اللي أنا عايزة أنه هو يتطور ليها التاني حاجة أعرف سياسة السواب والعقاب جوه الحضانة علشان دي اللي هتخلي طفلي متحمس للحضانة وحابب أنه ينمي فعلا مهاراته دي ولا هو لأ مش عايز يروح وبقى فيه عزوف عن الحضانة وبيعاية فبالتالي هيكره حاجة سمع تعليم وأنه هو يبعد أصلا عن البيت تالت حاجة إذا وجهنا مشكلة مع الطفل لازم على طول أتوجه لمتخصص سواء هو جوه الحضانة ولازم يبقى جوه الحضانة برضو في البداية ما ينفعش تبقى الحضانة من غير خصائي نفسي أو اجتماعي علشان العمل النفسي مهم جدا للطفل في تنمية مهاراته وقدراته رابع حاجة وهو ودي الأهم خليها يعني كمان أبدأ كنت بيها أن المهمة أوي الحوار مع الطفل في سن ثلاث سنين ببدأ أتكلم معاه وأبدأ أن أنامي الخيال بتاعه والفكر بتاعه من خلال القصص والأغاني والقرآن والقراءة أبدأ أن أنامي كل ده فيه وأكون في حوار جايد بيني وبين الطفل ومحكمش على ابني خالص أنه مريض نفسي أو عنده اضطراب أو عنده واحد أو عنده صعوبة تعلم أو صعوبة في النطر لمجرد بس أننا فقط أهم عنصر وهو التواصل الفعال مع ابني وأحكم عليه أنه هو مريض نفسي دي مشكلة كبيرة جدا وأتمنى أن الأولياء الأمور ما يتسرعوش ويحكموا على أطفالهم أن هم عندهم مشكلة فيلجأ على طول أي مركز وده بنشوفه كتير في الهيادات ما فيش عيب لو أنا حسيت أن ابني عنده مشكلة وما فيش عيب في أي نوع من أنواع المرض النفسي بس أروح لمتخصص مسؤول عن ده خليني روح مع حضرتك الانتربيو اللي بيتم في الحضانات والتنشانة اللي بتبقى موجودة قبله أولياء الأمور بيبقوا يعني خايفين جدا من موضوع الانتربيو سواء في المدارس أو في الحضانات فلو حضرتك في دقيقة تقول لهم النصايح قبل دخول الانتربيو في الانتربيو بجمع كل الأسئلة اللي أنا أحب أن أتوجه لها والحضانة أكون شخصية بردة جدا وفي نفس الوقت أن أنا ما نفعلش لأي حاجة ومحسس أنه اللي قدامي أن هو عايز يسيطر علي في كم معلومة فقط لا بالعكس أنا لازم أعرف كل حاجة وكل تفاصيل في حاجة اسمها الـ Open Door Policy أن أنا في الحضانة أبدأ أن أنا أدخل على الأطفال ودخل على الطفل في أي وقت إذا الحضانة منعتني يبقى فيه X كده على الحضانة أن أنا مش هدخلها تاني وفيه مشكلة لازم يبقى عندي في الحضانة أولويات معينة السلامة البدنية للأطفال لو حصل لقدر الله حريق مثلا أو حاجة يبقى فيه مكان للخروج الأطفال بشكل آمن جدا والنظافة والأهم الاهتمام والنظافة وإن أنا لازم أشوف هما زي بيتعاملوا حتى مع احتياجات الطفل في البكاء في الاحتياج النفسي الحاجة فيه مشكلة دي حاجات مهمة ولازم تبقى على مرمى عيني وإن أنا أكون شايفة ده بشكل مباشر جدا